طيب بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة في محاضرات الجاية بسم الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم طيب بص يا شباب بص يا شباب آآ فاكر فاكر لما جينا بداية الكلام كده لما جينا نعمل آآ سونار بلبس او سونار آآ كنا بنعلق على كام حاجة كنا بنعلق على كام حاجة فاكر كده معايا بقى ممتاز ممتاز يا منار ممتاز يا عمر ممتاز يا رشا يلا نستزحى كده اسراء ممتازة يلا الناس تزحى وتركز معنا على سبع حاجات ماشي لازم تخش دخل دخلتك في الموضوع بالطريقة دي واسمع كلامي انت بتدخل نفسك في موض المحاضرة اه مش هتدخل فدخل نفسك معي بسرعة ماشي يلا اول حاجة كنا بنعلق على ايه اول حاجة كنا بنعلق على ايه على ده نشوف بتاعه هل هو آآ بتاع ولا 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 ايه بالزبط ماشي وعلقنا على وعلقنا على ولا لا وعلقنا على اذا فيه ولا لا ودول اخدناهم في المحاضرة الاولى والتانية في المحاضرة الاولى والتانية شرحنا كل الكلام ده ماشي والكلام واتكلمنا كمان على بتاعته وهو بتاع ولا ادلت صح واتكلمنا على واتكلمنا على الكلام ده اتكلمنا في المحاضرة رقم واحد والمحاضرة رقم اتنين طيب حلوة وبعدين قلنا تانية حاجة هنعلق عليها ايه تانية حاجة هنعلق عليها ايه المايوميتريا هل هو كويس هل هو هيدروجينس هل هو فيه فوق فاتكلمنا في المحاضرة رقم تلاتة على وتكلمنا على اه اه اتكلمنا على الادينوميوزيس وتكلمنا على بعدين شرحنا ده الكلام كده في المحاضرة رقم تلاتة تالت حاجة بنعلق علي الاندوميتريم وتكلمنا الاندوميتريم ده هل في مسلا حاجة زي هايبر بليجيا هل في حاجة زي آآ هل في حاجة زي آآ كانسر هل في آآ تكلمنا كمان على الايو سي دي اللي بتبقى موجودة جوله اندوميتريا الكافتي تكلمنا ده في المحاضرة رقم اربعة بعد كده هنعلق على ايه بعد كده هنعلق على ايه على السيرفكس تمام لسه معلقناش عليها ولسه ما تكلمناش عليه وبعدين هنعلق على الفجينا برضو لسه ما تكلمناش عليها بعدين هنعلق على اللي هي عبارة عن والتيوبس ماشي هنتكلم عليها النهاردة في المحاضرة رقم خمسة في المحاضرة رقم خمسة انا حتى ممكن اخليكم الحاجات دي بألوان مختلفة ماشي في خسالين نقلص واخر حاجة كنا بنعلق على هل فيها هل فيها اي اي حاجة ده هنتكلم عليها فده كده ده كده كان المحاضرة الاولى والتانية المحاضرة المحاضرة الاولى والتانية المحاضرة في الرابعة النهاردة هنتكلم في الخمسة على وبعدين الخمسة والستة هيبقى على والسبعة هتبقى على السيرفكس والتيوب والبيلفيك كبيرة ماشي كده فهمت كده التقرير بتاعك مش مع المنهج ازاي فنتحرك لما تيجي تكتب تقريدك تكتبه بالطريقة دي لو هو انفانتايل او كده هتكتب الريشو ما بين السيرفكس والباجينة وبعدين وبعدين هنتكلم فيه انومليز ولا لا لو فيه انومليز اتكلمنا عن الكصة دي اتكلمنا عن الكصة دي تقوم داخل كاتب انه يبقى انتكلمت على الماومتريم بعدين تقوم كاتب من النقطة اللي بعدها الاندومتريم قايس كزا وبعدين تتكلم بعدها بقى على زي الاوفري مفيش اوفري يا الليجان مفيش حاجة يبقى انت كده مشيت تقريرك بالشكل السليم وفي نفس الوقت انت فاكر المنهج كله لما تيجي ترجعه فالنهاردة هنتكلم عن الاوفريز النهاردة هنتكلم عن الاوفريز فركز معي بقى ليه ليه هتركز معي ولازم تركيزك يعلق لان الاوفري ده من اكتر الحاجات الي بتحصل فيها مشاكل كتير ولغبطة كتير طول ما احنا شغلين طول ما احنا شغلين في كمية لغبطة كتير ومشاكل كتير وحاجات تبقى عادية او ويتكتب عليها وهاجات تانية تبقى ومايتكتبش عليها وحاجات تانية تبقى ومنقولش عليها حاجة فركز معي شويتين كده في الموضوع طبعا الأوفري هما اللي موجودين على جانبي اليوترس طبعا الأوفري ده زي ما حرك عارف وحرك عارف طبعا في القناة ما يحسن مني وفي الفيسيولوجي يحسن مني بيبقى فيها أوفم الأوفم دي بتبدأ تمشي 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 خلال التيوب بيجي لها سبيرم من الفاجينا والاتنين بيتحدوا مع بعض ويتكونوني البريجنانسي أو الزايدوت بتاعنا ماشي كده فوظفة الأوفري دي إن هي حاجتين الحاجة الأولية إن هي بتطلع لي الحاجة التالية لها وظيفة هرمونية هرمونز بتطلع لي شوية هرمونز بتساعد على يتكون عندها وبتبقى عشان كده ده جزء مهم جدا في الأناتوم بتاع الفيميل طيب قبل ما أكلمك عن الأوفري وأبدأ أقول لك على اللي فيه أنا عايزك تعرف شكل الأوفري بعينك كده بس يعني كل اللي طالبه منك أنا حاجت تركز لي دلوقتي بس بعينك هي ده الأوفري شوفت شكله عامل ازاي؟ طبعا هنشرح كل الكلام ده بالتفصيل يعني تفصيل الحاجات اللي جوادي ايه؟ بس أنا عايز أنا عايزك تعرف شكل الأوفري عامل ازاي؟ بس ده كل اللي مطلوب منك إنك تشوف شكل الأوفري عامل ازاي؟ لو عرفت شكله هنبدأ نعرف الباثولوجي بتاعه شكله عمل ازاي? مالكش دعوة اللي جواد ولا 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 ايه احفظ بس الشكل بتاعه. وبعد شوية هنقول الباثولوجي بتاعته عمل ازاي? تاني بص هو ده شايفو? شايفو? هو ده هو ده عارف ان حضرتك هتقول لي يا دكتور دي مش ما 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 تستعجلش ما تستعجلش التشخيص ما تستعجلش التشخيصات دلوقتي بعد ازنك. مالكش دعوة ده ولا انا بعرفك بس شكل عامل ازاي? شكل عامل ازاي? وهنمشي في التشخيص حتة حتة مع بعض لغاية ما نزهر. ماشي? ماشي? يبقى او كده شوية او زي ما طبعا زي ما قلنا بيقولوا صح? هو هو وصف الماء بالماء. ما تستعجلش اي سؤال يا مروة. ما تستعجلش اي سؤال. خلي كل حاجة تمشي على حسب ما احنا شغالين. تمام? ده تاني شكل عايزك تحفظه. عاود عينك بس عليه عشان لما نيجي نقول البسولوجي ونقول لما يصغر ولما يكبر هيبقى عامل ازاي? ادي شكل ادي شكل ادي شكل عبارة عن حاجة كده ومليانة ومليانة حاجات صغيرة سستات صغيرة كده. اسمهم ايه دول بيعملوا ايه دول? ملكش دعوة دلوقتي. بس احفظ لي شكل. احفظ لي الشكل بس. تمام? خلاص كده عرفت شكل. يبقى انت لو شفت الشكل ده هتقول لي ده هتقول لي ده بيضة كبيرة كده ماشي جواها شوية صغيرة. تمام كده? ده شكل طيب. لو سألت حرارك سؤال زكاية. يقع على جانبي اليوترس. فالاحسن حضرتك تجيبه ولا ايه رأيك? تحب انك تقطع في الجسم تي اس ولا الل اس? بالزبط. طول ما انت تي اس هيبقى شكل افضل. طول ما انا عايز اجيب خلي ايدك الى حد كبير تي اس. في بعض الاحيان هنعرف نجيبه الل اس. بس طول. بس طول ما ايدك تي اس كده بالمنظر ده هتلاقي اليوترس اهو. وعلى جانبي يقع الافرس. فلما حضرتك عايز تشتغل عن طريق البط لاحسن انك تخلي ايدك تي اس. طبعا ممكن يجابه الل اس وهنتكلم في الكلام ده دلوقتي بس خلينا بس نقول كلام انقدر كده شوية. بص كده ركز معايا في الفيديو ده والفيديو ده مديته عشر دقائق كده ركز معاه. انا عجبني لقيته على اليوتيوب عجبني فقلت افردكو عليه. هياخد منه حوالي عشر دقائق ويمكن يطول شوية في وقت المحاضرة. بس هو تعتبره مراجعة الاول محاضرة. وفي نفس الوقت هنتكلم منه ازاي نجيب الافرس كويس. تعالوا نشوفوا كده بالراحة. كده انت حاطت ايدك ال اس. شايف حاطت ايدك ازاي على جسم العينة? شايف حاطت ايدك ازاي البروب محطوط ازاي? النوب بتاعته او الانديكيتور او النوب بتبص الفوق. تمام? بيطلع عندي المنظر ده. انتيريور اب دومين الول. يوريني بلادر. يوترس. بوستيريور. شمال الصورة ناحية لأس العيان. يمين الصورة ناحية رجل العيان. ده لوين تقاطع ال اس. يعني انت قاطع في جسم العيان. كده. من الناحية دي للناحية دي. فانت جايب حتة من فوق بتظهر في الصورة هنا. وحتة من تحت بتظهر في الصورة هنا. وطبعا انت قاطع في الجسم من قدام لحد ورا. تمام كده? حد مش متخيل الوضع ده. حد مش متخيل الوضع ده الشكله عامل ازاي? اهم حاجة عندي تتخيل عشان نبقى متخيلين كل حاجة. طيب. هنا كده جابت. هتبدأ تقول لك انا ادي اليوترس. كل ده انا ايه? شغال ال اس. اليوترس ده الطيب بتاعه ايه? بالمرة كده احنا شغالين. ركز كده بس ما عايز انا واحدة. ده دي كده كده كده. فاتميل ان هو يبقى نوعه ايه? ممتاز يا سورة. ممتاز يا عمر. ممتاز يا اسراء. ممتاز يا مناور. انتي فيرتد يوترس. انتي فيرسد اللي هو الزد شب شوية. الزد شب شوية. تمام? طيب. كان في زميل بعتلي سؤال. اه وبرضو الحتة دي ممكن انا عارف ان بعضكم يكون لسه مش مجمحة ايه. بص يا سيدي. ده انتيريور وده بستيريور. وده ناحية الراس. وده ناحية الرجل. ده شكل الصورة وانتقطع اللي اس. اليوترس كده بالنسبة للفاجينة. قدامها ولا وراها? يبقى ناحية انتيريور او ناحية بستيريور اكتر? ناحية الانتيريور اكتر. ناحية الانتيريور اكتر. وبالتالي ده كده اسمه لكن انا عندي تلات احتمالات. لايما يبقى عامل كده? لايما يبقى نازل على فول كده? لايما يبقى راجع لورا كده. ده بس. ده انتيفرتد ريترو فليكسد. تمام? التلاتة انتيفرتد. بس مش شرط. عشان تقول اصلا هو كان بيقول لي ايه? بيقول لي يا دكتور انا ملاحظ ان عينين اليوترس هنا اللي عند الفاندس مش بتبص عند يعني اليوترس بيبص بعيدة نعم كلامك صحيح. عشان عشان لكن مش بتبص ناحية مش بتبص ناحية الكلام ده طبعا قلناها تفصيلا واجمالا وشرحا واعادة في اول محاضرة كتير عشان كده بنتكلم بسرعة دلوقتي شوي. طيب خلينا نرجع تاني للفيديو. طيب. انا بحرك ايدي يمينا ويسارا. يعني ايه? يعني بميل ايه دي. الناحية دي والناحية دي. بس انة ل입 برضو. بس بميل ايه دي شوية. عشان كده ممكن يبدأ اجيب ممكن يبدأ اجيب اللي جانبي اليوترس. لو انا ما قيلت ايدي يمينا ويسارا كده ممكن ابدأ اجيب الي جانبي اليوترس. طب اليوترس ده ايه? اليوترس ده ايه? ده الطبعه مكتوب على الصورة. ليه? لان بقى ده عينه بص عند الريكتم. ده عينه. بص عند الريكتم تحت. لو جيت عملت ادي الفاجينا. وادي ليوتراين بادي بوستيريون الفاجينا. الليوتراين بادي بوستيريون الفاجينا. فده كده اسمه طيب حلو. بص بقى لما حطيت بص لما حطيت اه لما حطيت على طول جبت ادي ودي على الجنبين بتوعه. فهو انا قاطع في الجسم تي اس جبت والرايت بسهولة. بس امتى الكلام ده حصل? لما قطعت ايدي تي اس. لما حطيت ايدي تي اس. الموضوع جيب سهولة جدا معي. طيب افرد انا حطيت تي اس وما لقيتش عادي. بعمل بطلع البروبلت فوق شوية او بنزله بتحت شوية. هو هيوريك دلوقتي بتعمل القصة دي ازاي. بص كده. ملاقيتش بص شايف اعمل البروبلت زي. او. شايف البروب بيعمل ازاي? بيميل كده شوية. وبييميل كده شوية. لغاية ما اتطلع الافري. ماشي? لغاية ما اتطلع الافري. طبعا? انا عدم ايدي ايمينا كده شوية ويسارا كده شوية. طيب. لو انا شغال لو انا شغال بص كده ركز معي. هو كده مدخر البروب. مدخر البروب. وبيرقط عينه كلها عمالة تلقط وتدور على فين? عشان يعرف هو ماشي? يعني بقى عينه كلها رايحة على فين مكان الورينالي بلدر. طبعا? هو هنا بيقول لك شوية حاجات كده وشوية نصايح. انا عايزة حتشتبك حتى هو يحكيها لك هو بشكل مفاق الصلاة. بس هو كده لما دخل جوه قوي لما دخل جوه قوي لازق في السيربيكس. هوريك هو عمل كده ازاي? بص كده لما دخل بالبروب لجوه قوي لازق في السيربيكس. ما جابش البادي والاوفري. فساعات بتبقى محتاج تطلع ايدك سنة او تنزل ايدك سنة. دخل ايدك اكتر جوه العيانة اكتر وساعات بتبقى محتاج انك تطلعها. بص لو انت دخلت قوي هتجيب السيربيكس بس. فاهم القصة دي? لو انت عملت البروب قوي فاهمها اللي هيحصل ايه? هيبقى اللي ظاهر معك في الصورة السيربيكس فقط. احنا مش عايزين كده. احنا عايزين اللي يبقى طالع معنا اليوترس كله. فساعات بيبقى محتاج ان انت تطلع ايدك لبرة شوية. ساعات محتاج ان انت تطلع ايدك لبرة شوية. وساعات برضو مش بس ان ايدك تطلع لبرة شوية. ساعات بتبقى محتاج ان العيانة ترفع وحط ايديها تحت ضهراها من تحت. ما تقول لها حط ايدك معلش ايدك الاتنين كده تحت المقعدة من تحت وهي نايمة على السرير. وتزق المقعدة الفوق بحيس انك تعرف تخلي فيه انجل كده كويسة لجهاز قلب الفجعين. بص كده ركز معايا برضو. داخلة البروبة هي. داخلة البروبة هي. البروب داخل من تحت. يا جماعة تاني عشان النقطة دي لازم تبقى فاهمها كويس او. البروبة هو ده البروب داخل من تحت. فجابي لحتة اللي تحت دي. جابي لحتة اللي تحت دي. ماشي? يبقى عكسه. اللي هي فين? اللي هي هنا. طيب. انا مفروض ان انا عندي مفروض عندي مكانها هنا. مكانها هنا. لو هي مكانها هنا تبقى هي على الصورة هنا. وتبقى الفاندس او عينين اليوترس. عين اليوترس. تبص ناحية يبقى ده كده انتيريور. وده كده بستيريور. اتفاهمت الصورة كده يا شباب? اتفاهمت الصورة كده? حد مش فاهم صورة حد مش فاهم صورة حد مش فاهمها مهم جدا تبقى فاهمها شكلها عامل ازاي طيب حلوة طبعا احنا الكلام ده برضو قلناه في اول محاضرة بالتفصيل البوميل بس احنا برضو بنحاول نعيد كده كل شوية حتة تاني بحيث ان حضرتك تبقى شايف معنا الصورة كامل طيب لو انا الوفريز عايز اجيبهم الوفري على جنبين اليوترس فانواقف في النص بالزبط جاي باليوترس يبقى اعمل ايدي فين اعمل اودي ايدي نحيك ايه اودي ايدي نحيك ايه بسهولة كده تودي ايدي نحيك رجل العيانة تودي ايدي نحيك رجل العيانة فاهم قصدي حواليلك دلوقتي بص افترج معايا افترج معايا كده افتراضا ان دي رجل العيانة اليمين ودي رجل العيانة الشمال ودي رجل العيانة الشمال فانا عايز اجيب الوفري اودي البروب نحيك رجل العيانة اليمين ولا الشمال? انا عايز اجيب اودي ايدي فين? اودي ايدي ناحية الراي صح كده? بص كده ممتازين. بص كده اهو. بص ده لو انت واقف لو انت واقف بص شايف شايف بروب تحرك ازاي? شايف بروب تحرك ازاي? هتبدأ تروح لغاية طبعا عايز تجيب التاني حرك ايدك الناحية تاني. اه معلش مهم جدا نسألكم السؤال ده. التخيل السري دي السري دي للشكل. تخيل السري دي للسنار. حد لسه فيه عنده مشكلة? ولا الموضوع بدأ الى حد كبير يبقى مفهم معك. تخيل السري دي للسنار. حد عنده في مشكلة? حد عنده في مشكلة? ولا بدأ الموضوع يبقى تخيله السري دي بتاعك ببقى طبطبين. انا مهم عندي جدا ان السري دي بتاعك تبقى متخيله قوي 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 عشان تبقى فاهم كل حاجة ماشي ازاي. طيب. بص كده. طب ركز معايا تاني. انت كده قطع ايدك تي اس. بص كده انت حولت البروب خليت يبص ناحية رجل العينة اليمين. رجل العينة اليمين. بص كده انت ممكن تجيب. بص ممكن كده تجيب. ويبقى هنا وهنا تمام? ناحية اليمين والليفت اوبر ناحية الشباب. ممكن تجيبهم هما الاتنين مع بعض. لو انت قطع بالبروب تي اس. طب. وبرضو حرك ايدك من تحت الفوق ومن فوق لتحت. لان انت ممكن تبقى قطع تي اس بس تحت مستوى يبقى الصح هنا. لو انا عايز اجيب اعمل ايه? انزل رجل ايدي ناحية. انزل ايدي ناحية السرير. فاهم قصدي? بص كده ركز تاني. انت قطع تي اس اهو? لقيت يوترس اهو مش شايف اوبر. انت ممكن تكون قطع فين? قطع في نص نص اليوترس اللي تحت. صح? صح? الصح في الحكاية دي تعمل ايه? قد رجل لعيانة الرايت ورجل لعيانة تقوم نزل ايدك ناحية ايه? تنزل ايدك ناحية السرير. تنزل ايدك ناحية السرير تحت. عشان كده بنقول العيانة حطي حاجة تحت رجلك. بنقول العيانة حطي حاجة تحت رجلي. فاشوف كده. هنقول لها حطي حاجة تحت رجلك. وهنبدأ احنا ننزل البروب لتحت. ماشي? تحط ايديها هي الاتنين او نحط احنا مخدة تحت رجلها او لو ما عندكش دي خليها تحط ايديها تحت رجلها. ماشي? وتقوم حضرتك منزل البروب ناحية السرير. يبدأ يطلع معاك الفندس بتاع اليوترس والاوفير. التخيل السري دي. بقى سهل الحمد لله معاك. وبقيت متخيل احنا قطعين في جسم العيان ازاي? طيب. انا دلوقتي اشغال عايز اجيب احنا برضو قلنا الكلام ده في اول محاضرة بس ما فيش منع نرجعه تاني بسرعة. عايز اجيب اعمل ايه? حطيت ايدي تي اس. قلنا احسن نجيبهم تي اس احسن من ال ال اس. تمام? حطيت ايدي تي اس. لغاية ما جبت حلوة اوي. وبعد ما عملت ايدي ميلتي ايدي من فوق شوية. شايف ايدي ايدي الدكتورة بتحرك ازاي? لغاية ما جبت جميل. بعد ما جبت حطيت عليهم كالر. جبت نجول الفيزل فعلا. كلام حلو. وبعدين الحتة اللي فوق رجعتها الورا شوية. عملا رجحها سنة 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 سنة. ظهر معايا سهلة. سنة سنة. نبقى نرجع نقول الخطوات تاني. ميلتي ايدي. ميلتي ايدي الاول. حطيت كالر على على الفيزلز. حلو كده. حطيت كالر. وبعدين الجزء اللي فوق نزلته ناحية رجل العيانة. الجزء اللي فوق. اللي هو اللي فيه السلك. نزلته راحية رجل العيانة سنة سنة. لغاية ما لقيت الاوفر. طيب عايزة جيب الناحية التانية ولا عندي اي صعوبة. هعمل نفس القصة. بس على الناحية التانية ازاي? شايف عمل ايدي انجلة العيانة الدكتورة انجلة بص بص بص. السلك راح ناحية رجل العيانة التانية. انا عايزة جيب الرايت اوفري. ميلت السلك ناحية رجل العيانة. اللي ايه? الليفت. انا عايزة جيب الرايت اوفري. وبعدين نزلتها ناحية تحت. سنة سنة سنة. لغاية ما يظهر معايا الاوفر. بس انا عودت عينك من الاول هو فين الاوفري عشان ما تتلغبطش. عودت عينك من الاول هو فين الاوفري عشان ما تتلغبطش بالفولكنز بتاعها. ده كده لو احنا شغالين ايه? ده كده لو احنا شغالين يبقى انا لو شغال الاحسن بتاعي تي اس ولا الاس? الاحسن بتاعي ايه? لو انا شغال نصحل. نصحل. الاحسن بتاعي ايه? ممتاز. خلي بالك المحاضرة دي انا عايز حضرتك تجاوب معي على كل سؤال. انا في محاضرات كنت بقولك المحاضرة هادية وريح. المرة دي بقولك ركز اوي. احنا هناخد النهاردة اربع عمرات بس. اربع عمرات بس. بس لو حضرتك شغال. لو حضرتك شغال في اي حتة. هتشوف الاربع عمرات دي يوميا. فلو حضرتك معرفتش تشخص النهاردة. حضرتك لو معرفتش تشخص النهاردة وخلي بالك. مش بس في حالات النساء. حتى لو بتشتغل بطن وحود بس. احنا خلي بالك ان احنا لغاية دلوقتي بنشرح جاينا. يعني ممكن واحدة ست جايلك او بنت جايلك بتعمل سنار بطن وحود. حضرتك تقابل كل اللي احنا قلناه ده. تقابلوا في سنار البطن والحود العادي. ماشي? تقابلوا في سنار البطن والحود العادي. ماشي? فانا عايزك تركز قوي لان انت سواء شغال بطن وحود سواء شغال النساء. انت ممكن تلاقي كل الكلام ده. تاني ده اليوترس. وده شمال. وده العود عينك عليهم. واجب لك كزا صورة عشان عينك تتعود على المناصر. تعال نشوف. اهو بص كده انا بعمل احرك ايدي زي ما عملنا كده من فوق لتحت. اعمل احرك ايدي من فوق لتحت. اهو. عارف انا هنا بحرك ايدي بعليش ازاي انا هرجع لك تاني. انا هنا بحرك ايدي زي ما هي حركت كده هنا في اللي هي الحركة دي. اللي هي الحركة دي. شايف الحركة دي? انا بعمل كده بقى. بعمل كده. حد شاف الاوفري. حد شاف واحنا بنتحرك. حد شاف واحنا بنتحرك. طبعا? طبعا. تاني يا دي الشمال وادي طبعا حضرتك عينك تعودت خلاص على شكل عاملين ازاي? طبعا. خلاص يا دكتور انا كده فهمت لو انا شغال عان طريق البطن انا هتشتغل ازاي? خلاص انا عرفت عتت عن طريق البطن. طب يا دكتور لو انا شغال عن طريق فيه خطوات معينة امشي عليها? اه. طب ازاي يا دكتور? ايه الخطوات معينة اللي امشي عليها? اول حاجة السنار اللي انت بتجيبه الماشي? طيب. بعدين خطوة رقم اثنين حول ايدك تي اس وهيات اليوترس تي اس وبعدين قرر بعد ما جدت الصورة تي اس انت عايز تجيب انهي اوفري عايز تجيب الرايت اوفري مثلا يبقى اميل ايدك ناحية رجل العيانة لايه عايز تجيب الرايت اوفري اميل ايدك ناحية رجل العيانة لايه الشمال صح كده اعمل ايدك ناحية رجل العيانة الشمال الممتازة طيب نيلت ايدي نحط للعيانة الشمال. بدأ يطلع للمليوترس تيوبة كده. امشي مع تيوبة دي. امشي مع تيوبة دي. خطوة شوية كمان. هتلاقي في اخرها هو. شفت الموضوع سهل ازاي? يبقى احنا عندنا فيه خطوات عملناها بالترانس ابدومينال وخطوات عملناها بالترانس باجينال. سهلة? طبعا هتعجس ايديك الناحية التانية لو عايز تجيب. سهلة يا شباب? سهلة? طبعا تاني. بص كده. بص كده. من العلامات اللي بتقول لي ان ده حاجتين. نحفيها على علامتين اساسيين بيقولوا ان ده فعلا بص هو هنا فين? هو هنا ده. ساني احنا. هنا. ده. طب يا دكتور مش باين فيه كتير زي اللي فاته. يعني بص اللي فات. بص اللي قبلها على طول. بص اللي قبلها على طول. كان باين فيه كتير اهو. باين فيه طب ده يا دكتور مش باين فيه الشكل ده. ده باين بس ايه? حاجة كده. باين بس حاجة كده دكتور. او كده او بس مش باين اكتر من كده. عندي حاجتين يأكدول اللي ان ده اللي رقم واحد ان انا ماشي ده اخر حاجة دي ده اخر حاجة. رقم اتنين ان هو بيبقىulu هي بيبقى نام على يبقي عند حاجتين ان هو آخر حاجة دي اللي طلع من اليوترس او الحاجة اللي طلع ده. الحاجة التانية ان ينايم على طول على تمام? بص هنا تاني وادي 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 وادي. يبقى من الحاجات من الحاجات اللي بتشجعني قوي ان ده اني بلاقيه نايم على ماشي كده? ماشي? طبعا. تاني وتيالة ورابع. هنا عرفتم كزا حاجة نايم على والنجواء والنجواء بتاعته اللي بتطميني ان ده اللي بتطميني ان ده ايه? ومتاز. طب. يبقى ثاني انا لو عايز اجيب. طب انا كده خلي بالك بقى نمشي مع بعض بالترتيب. جمع معي. جمع معي عشان ما تتخش. جمع معي. عشان ما تتخش. احنا اول حاجة خالص قلنا ازاي نجيبه? ازاي نجيبه لو احنا شغالين ازاي نجيبه? ازاي نجيبه? وقلت لك الاحسن تجيبه بعدين قلت لك على رقم اتنين ازاي يجيبه? لو انا شغالت رانس فاجينة. بمشي بخطوات معينة. بحاول ايدي من لس لتي اس. بجيب الحاجة اللي طالع كده من لغاية ما وصل لغاية الاوفري. بدي خطوة رقم اتنين ازاي اجيبه? عندي الخطوة رقم تلاتة. لو انا ممكن اجيب ازاي? او ازاي? عادي. وانت اقل اس من غير ما تعكس ايدك باي طريقة من غير ما تعكس ايدك باي طريقة ودي ايدك ناحية رجل العيانة. اليمين. هتلاقي السنار نفسه. ال is full conversation. بتاعه بقى ناحية هوو ياوبة بتاعك اهو. يبقى عندي عندي تلت عندي تلت طرق طريقة الاول ان انا بقى شغلت الانس اب برضو اميل ايدي ناحية رجل العيانة اليمين ورجل العيانة الشمالية. وبرجو قلت لك على كم نصيحة كده قلت لك خلي بالك إن ساعات بتبقى أنت قاطعة بتبقى أنت ساعات قاطعة في الترانس فاجينة للذات لما قولنا في الترانس فاجينة الساعات بتبقى قاطعة تحت مستوى تحت مستوى الـ فالحل إنك ساعات تتخلي العينها تحط رجليها تحط رجليها إيديها تحت الـ او تحت وسطها او تحت المقعدة كده وتزوء جسمها الفوق وتقوم حضرتك نازل اللي تحت عشان تجيب الحاجة اللي فوق عشان توجه كشاف بتاعه ناحية فوق. تمام كده? طيب. هو يا دكتور عمر احسن حاجة في الحاجات دي ايه? يعني اجيبوا ولا اجيبوا ولا اعمل ايه بالزبط? احسن حاجة. احسن حاجة انك تعمل كل لغاية ما تجيب في بعض الاحيان. في بعض الاحيان. نبقى شغالين ومنعرفش نجيب ومجرد منحط البروب ومجرد منحط البروب نلاقي البروب جيب سهولة. وساعات العكس تبقى مش عارف تطلحهم خالص. تحط تلاقي البروب جيب سهولة. طيب. دي معلومة رقم اتنين. معلومة رقم تلاتة. ساعات كتير. ساعات كتير جدا جدا جدا. ان بيبقى احسن حاجة انك ما تشوفش يعني طول ما انت مش شايفهم دي خير وبركة. ده خير وبركة. ليه? لان حضرتك لو شفتهم غالبا بيبقى فيهم بالصورة دي. او فيهم مشكلة. طيب اما مش شايفهم غالبا ممكن يكونوا صغارين ومرميين في اي حتة مش عارف تشوف. فلو يعني بتشتكي او في حاجة وانت ما عرفتش طلقة الاوفري قوي بتتطمن الى حد ما. تمام كده? تمام معي? طيب. هو الاوفري يا دكتور عمر? مقساته كامل? الاوفري مقساته كامل? بص. معلومة تاين. معلومة تاين. المعلومة الاولى? المعلومة الاولى. ان الواحد ما يزيتش عن اربعة خمسة سنتي. الواحد في اي دايريكشن. يعني لو عايز تحفظها خليها خمسة لو عايز تبقى متطمن اوي خليها خمسة. ما فيش دايريكشن واحد يزيد عن خمسة سنتي. تمام كده? فيش اي دايريكشن في الاوفري يزيد عن خمسة سنتي. المعلومة التانية المعلومة التانية ان انا لو جبت الافري الاس وتي اس الفوليوم الفوليوم هييسه تلات مقاسات هذه الافري اهو هذه الاس وهذه تي اس هييسه تلات مقاسات واحد اتنين تلاتة واعمل في الجهاز حاجة اسمها فوليوم وادوس على زرار اسم الفوليوم في الجهاز الفوليوم ما يعديش عشرة سيسي الفوليوم مايعديش عشرة سيسي يبقى انا اول رقمين قلتلك حفظهم كم وكم اول رقمين انا قلت الحركت حفظهم كام وكم كام وكم ركز معل هيوص موعيا ايوة منور تمام اصحى اجاوب الاول رقمين قلتلك حفظهم كام وكم زينب ممتازة بارين ممتازة ايفان هناء ممتازين ايوه هبة مروة ناس تفوق لا الفجاني البقى تفرج عليها تاني في الاعادة بقى خمسة وعشرة خمسة ممتازة بتسام خمسة وعشرة لكن التول الواحد ما يزيدش على اربعة وخمسة سنتي وان الفوليوم ما يزيدش على عشرة سيسي والفوليوم ما يزيدش على عشرة سيسي بص هنا تلاتة في واحد ونص في تلاتة ونص حلوة مش مشكلة حلو جميل تمام لو انت عايز تحسب البوليوم لوحدك يعني بتضرب التلاتة في بعض وتقسم على اتنين يعني تلاتة في تلاتة بحوالي تسعة والي ونص بقى عشرة ونص في واحد ونص يبقى حوالي خمسة عشر ولو قسمت الخمسة عشر دول على اتنين بقى سبعة ونص يبقى تخ reflect البوليوم ده سبعة ونص أصغر من عشرة بتضرب التلاتة على بعض لو عايز تحسب البوليوم ومعندكش في الجهاز بتضرب التلاتة على بعض وتقسم على اتنين. تضرب التلاتة في بعض وتقسم على اتنين. ماشي? طب. كل اللي احنا قلناه ده بقى بقى نوزه ساعة ولا اي حاجة في المحاضرة. ده كله كلام فاضي انك بتجيب الاوفر ازاي? والفوليوم بتاعه فين? وشكل الاوفر يعمل ايه? ولا كله كلام ما يفقش معي ببصر. ركز بقى في الكلام اللي جاي ده. ركز بقى في الكلام اللي جاي ده. انا قلت لك وظيفة في الحياة. كم وظيفة? بيعمل كم حاجة في الحياة? حاجتين. ممتازة يا بايدون. ممتازة يا منار. ممتازة يا مروة. ممتازة يا دوحة. ايوة انا عايز الناس فايقة كده. دوسينة ممتازة. حاجة منها ليه علاقة بين والتانية ليه علاقة ان هو بيطلع لي الوفن. صح كده? والحاجة التانية ان هو يطلع لي الوفم. طيب جميل. مرحلة ان هو يطلع الوفم. الاول الوفم دي بتبقى جوه فوليكل. ماشي? تبقى جوه فوليكل صغيرة. الفوليكل دي بتبدأ تجبر. تجبر. وبعدين الفوليكل دي تقومي فرقاعة ومطلع لي الوفم. وتكمل هي رحلتها جوه الوفم. والوفم يطلع برا الوفم يمشي في التاخدو تيوب. يبقى كان جوه الاول حاجة اسمها فوليكل. والفوليكل دي تطلعتلي الاوفم. ماتذين سؤال احنا بنشوف الفوليكل وللا الاوفم. اللي احنا بنشوف في الاوفم ايه? mee متازين برافا عليكم لي اتنين. بنشوف الفوليكل وبنشوف الاوفم. مع ول دكتور عمر واحدة واحدة ونشوف الكلام ده. ماشي كده? واحدة واحدة وهنشوف الكلام ده ماشي بس خلينا نمشي واحدة واحدة مع بعض الاول المرحلة دي بتاخد كم يوم انها تبقى فوليكل بعدين تبقى فوليكل كبيرة اسمها دومينان فوليكل وبعدين انها تفرقع اسمها فيوليشن بعدين تبقى كوربس ليوتيم بعدما تفرقع بتاخد 28 يوم بتوع الدورة بتاخد نفس ايام الدورة يبقى الدورة دي او اللفة دي هتمشي مع لفة مين هتمشي مع الدورة بتاعت مين اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت المحاضرة اللي فاتت بممتازين الاندومتريم زي ما الاندومتريم بيحصل فيه تغيرات مع الدورة ممتازين رائعين زي ما الاندومتريم بيحصل فيه تغيرات مع الدورة الاوفر بيحصل فيها تغيرات مع الدورة وسينكرونايزنج مع بعض اللي اتنين ماشيين مع بعض اللي اتنين ماشيين مع بعض يعني خلينا اسألك سؤال وقت الوفيوليشن اللي هي الميد cycle بالزبط اللي بيحصل فيه فاكر الاندوميترين بيبقى شكله ازاي فاكر الاندوميترين بيبقى شكله عامل ازاي ممتاز كل ده صح ممتاز طب تتوقع بعد الدورة على طول اللي هي كانت لسه الفوليكلز صغيرة لسه الفوليكلز صغيرة بعد الدورة على طول الاندوميترين بيبقى شكله عامل ازاي ايوا سين اندوميترين او ممكن لقى شوية فليوت بتوعى الدورة جوه ممتاز طيب لما الفوليكلز بتفرقع وتطلع للقوفم بيتحول لحاجة اسمها للجسم الاصفر او كوربس ليوتيم تتوقع في الاندوميترين كان المنظر عامل ازاي بعد الدورة secretory phase sicko ecogenic ابيضاني كده وايه ممتاز يبقى انا عندي فيه تغيرات بتحصل مع الدورة بتحصل نفسها هي هي في الاندوميترين بتحصل نفسها مع الوفري وهنقول برضو تغيرات هرومونية بتحصل معاها بس انا عايزك تفتكر انك انا عندي الاول فوليكلز صغيرة الفوليكلز الصغيرة دي برقت تكبر 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 لغايتنا بقى فيه حاجة اسمها dominant follicles وبعد dominant follicles دي تبدأ تفرقع تفرقع تطلع لي الوفم ماشي وتحول اسمها لكورباس اليوتيام اللي معه مرور السنين بتحول لحاجة اسمها كورباس البكانز كورباس البكانز او الجسم الابيض او الجسم الابيض طيب هو يا دكتور عمر الستات الفوليكلز دي بتجي لها منين ده هي سبحان الله بتتولد بيها بيتولد في كل اوفري حوالي ربعمائة خمسمائة الف فوليكل في كل اوفري ماشي وبيبدأ وقت الدورة في واحد او اتنين يشدوا حلهم ويبدأوا يجبروا شوية يعني اوما يخشوا على مرحلة dominant بيبدأ واحد او اتنين يجبروا مش شرط يبقى واحد بس سعب يبقى تلاتة بس وقت الوفيوليشن غالبا واحد بس اللي بيوفيوليت غالبا واحد بس اللي بيحصل لهوفيوليشن والباقي كلهم بيصغروا تاني وتحول لكوربس لوتهم وبدأوا صغروا تاني ماشي كده طيب تعالي نمشي بقى واحدة واحدة مع بعض ونتخيل الوضع كده وقت ما الست كان عندها الدورة الايام بتاعت الدورة كان عندي مالتبول سمول فوليكلز صغيرين في الوفيول صح كده مالتبول سمول فوليكلز صغيرين داخل الوفيول كل دي فوليكلز مع تأثير الهرمونات وبعد شوية واحدة او اتنين فيهم هيجبروا واحدة او اتنين فيهم هيجبروا يبقى ده من اليوم زيرو اليوم خمسة بتلاقي منظر ده في احتمال تاني في احتمال تاني انك تلاقي القوربس لوتهم بتاعت الدورة السابقة في احتمال تاني انك تلاقي معاهم هنقول شكل القوربس لوتهم عمل ازاي كمان شوية بتاع الدورة السابقة مش كده؟ بعندي احتمالين وقت الدورة بالظبط يبقى أنا لو بعمل الست وقت الدورة بالظبط بلاقي عندها مونطبل كده سمول فوليكينز صغيرين تمام؟ طيب عدنا اليوم العاشر الحداشر الاثناشر بقينا الوحدة فيهم او اكتر من واحدة تبدأ تكبر وتتميز عن الباقي حضرتك تعرف تفرق عن الباقي سمينا دي ايه شباب؟ سمينا دي ايه؟ دومينانت فوليكل دومينانت فوليكل خلي بالك بتستعجلش الاحداث بعد اذن حضرتك لا تستبق الاحداث احنا المحاضرة الجاية هنتكلم بالتفصيل الممل هنتكلم بالتفصيل الممل عن الفليوكليمتري ونعمل ايه؟ ولما يجيلك فحص الفليوكليمتري تعمل ايه؟ فمتشغلش بالك بي دلوقت عشان عارف ان ده تراهني وراهنك ان ده اللي كان في دماغك من شوية حد وصل في دماغه الاحساس ده طب قاليني ممكن اطلع على كداب او غلطان حد فيكو جاله احساس هو في ليه كليمتري ايه ده ادي واحد اتنين تلاتة شوف والله الواحد برضو ايه ده تقريبا كل الكورس جاله احساس شوف عندنا عندنا مسأل في مصر كده يقولك الرب غير اللي اشترى يعني ان انت يعني فاهم لما تربي حد بتبقى حافظ كل تفاصيل غير لما يجي لك حد على الجهز كده فانا عشان يعني الواحد ادى كورسات كتير بقى عارف كل عمال دلوقتي يفكر في فيليو كليمتري هو دبطل رسل بيجي لنا كتير خافش الاسبوع الجاي ان شاء الله تبقى عارفوا بالتفصيل المهمل الاسبوع الجاي تبقى السلام عليها وانا قب حنون ايوه بالزبط قب حنون ماشي طيب ده كده مرحلة الدومينيو ماشي طيب ركز بقى معايا بقى ركز بقى معايا شايف الصورة دي اللي هي فيها الفوليكل جواها الاوفم شايف المنظر ده هتشوفه صعب بالصنار فوليكل وجواها اوفم تخيل انك ممكن تشوفه بالصنار اسمها سيست وزين سيست اسمها سيست وزين سيست بيسموها ساعات مش عايزك تحفظ الاسم ده انا عايزك تحفظ ان دي الفوليكل ودي الساكندري او اوفم موجودة جواها معنى كده ركز بقى معايا انا هقولك حتة كده صغيرة هقولك حتة كده صغيرة عشان ما تتلغبطش معايا معنى كده الست دي الست دي خلي بالك بقى ركز معايا طيب صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي انا هقولك حتة حلوة او دلوقتي بص كده كان زمان لما نيجي نعمل لما نيجي نعمل في الكيلومتري كنت حضرتك بتجيب الوفري ده وبتجيب الوفري ده طيب افترض ان انت لقيت هنا فوليكل ايسى خمسة وعشرين وهنا فيه ايسى اربعة عشر تبقى مين تبقى مين فيهم او ايسى ستة عشر تبقى مين فيهم هم خمسة وعشرين ثم حضرتك كاتب الدكتور النساء ايه ثم حضرتك كاتب الدكتور النساء ايه فيه ايسى خمسة وعشرين طيب ركز بقى معاها كده سنة طب لو انا لقيت ساكندري او سايد جواها تبقى مين فيهم تبقى مين فيهم الستاشر خلي بالك بقى ركز معايا دكتورة النساء لو كانت سبعة الفوليكل وصلت خمسة وعشرين كانت هتدي حاجات تفرقع وكانت دي اللي هتتفرقع ودي لسه ماصلتش المقاس اللي احنا عايزينه وكانت دي اللي هتتفرقع ودي ماصلتش المقاس اللي احنا عايزينه ما تشغلش بالك انا الكلام ده هقوله بالتفصيل المرة الجاية انا بس كده انا بس بقولك تركة صغيرة كده تبقى زكي تبقى حريف هلأ هقول لها دكتورة معاين فيه معاين فيه سست ايسى خمسة وعشرين او فوليكل ايسى خمسة وعشرين عن ناحية الشمال الدومين انت فوليكل مأهودة عن ناحية استني ما تديش دلوقتي حاجة ما تديش دلوقتي حاجة تفرق على الفول تدي لوقتي انت فرق على وحدك اصبري علينا شوي فخلي بالك زكاءك في الاناتومي زكاءك في الاناتومي هيخليك تبقى زكي جدا مع الدكتور وتدي له علاجات واحكي لكم قصة بقى المرة الجاية هحكي لكم قصة ان الحكاية دي بالذات بالذات الحكاية دي بالزبط اتعاملت مع مع دكتورة نيسا وعايز اقول لك يعني بقت طلع بي بي السماء بعدية بقيت عايز اقول لك يعني بص شايفاك يعني هيرو خلي بالك طبعا انت عارفين طبعا دكتورة كتير الاشاعة دلوقتي كلهم عندهم مشاكل ان دكتورة ما بيحاولهمش حاجة بسبب ان هو ما بيحاولكش حاجة ان هو ساعات كتير مش بيلاقي عندك انت الرد المناسب طول ما الدكتور هيلاقي عندك الرد المناسب وان انت هتفيده وان انت عندك شوية علم اكتر منه صدقني هيبعط لك حتى لو هو عنده جهاز فور دي في العيادة عنده هيبعط لك فور دي برضي عنده جهاز سونار ودوبلر هيبعط لك برضي تمام طيب 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 ركز بقى معين شوية يبقى احنا كده اخدنا ايه بص تعالى حشان ما نسرحش تاني احنا اخدنا ان هما كانوا الاول مالتبل فوليكل صغيرين كده مالتبل فوليكل صغيرين كده وبعد كده واحدة منهم او اتنين منهم كبروا بقى دومين فوليكل وبعدين واحدة منهم انت عارف لما تشوف المنظر ده لما تشوف المنظر ده تعرف ان هيحصل خلال اربعة عشرين او تمانية عشرين ساعة البوايدة دي هتفرقع خلال اربعة عشرين او تمانية عشرين ساعة فانت تقول للدكتورة احنا كده بالزبط وخلاص عندي فيها ماشي طيب فرقعة ورامة فرقعة ورامة الاوفم فرقعة ورامة الاوفم ماشي شكلها بيبقى اعمل ازاي بقى بتعرف ان حصل ايه علامات اللي تقولي ان حصل ان انا لقي السست دي بقى تبقى اول حاجة الاقي السست بقى تبقى رقم اتنين رقم اتنين ان انا لقي شوية في ريف لود رقم اتنين ان انا لقي شوية في ريف لود رقم تلاتة ان السست تيجي تشتكيلك بشوية واجع في نفس الجنب اللي فيه الاوفري يعني تقولك والله انا حسيت ناحية اليمين بشوية واجع اليومين اللي فاتوا ده واجع رقم اربعة احتمال الائي جواها شوية شوية كده شوية حاجة كده زي دي يبقى تاني ركز معايا كده شوية ركز معايا شوية انا كان عندي صغيرين بقى واحدة فيهم بقى كونت واحدة دي عرفتها وبعد شوية حصل عرفت بكم حاجة لغاية دلوقتي عرفت بكم حاجة لغاية دلوقتي اربعة تعال نجد رجاحهم مع بعض اول حاجة ان بقت الريجولر ده رقم واحد لانها تقطعت رقم اتنين ان العيانة عندها شوية في ريف لود ممكن شوية في ريف لود طلعه شايف الازرق اللي طلع بره ده شايف الازرق اللي طلع بره ده ممكن يتجمعه في البلبس هنا وبعده رقم اتنين رقم تلاتة رقم تلاتة ان انا من شوية وجع في الجنب اللي فيه المنظر ده رقم اربعة ان انا لاقي حتة هيماتومة صغيرة كده دي حتة بلات كلود صغيرة كده رقم خمسة ان انا كانت جايلي واحدة من يومين عندها عاملة كده وجيت عملت لقيت بقيت عاملة كده يبقى رقم خمسة انا كنت شايف كبيرة وصغرت يبقى اكيد دي حصل فيها تمام كده مجمع معي حد تاه مني لغاية دلوقتي حد تايه لغاية دلوقتي حد تايه حد تايه نصح يا 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 لك كزا يلا ماشي طيب بعد كده بعد كده يتحول لحاجة اسمها سوري يتحول لحاجة اسمها كوربس ليوتيام كوربس ليوتيام كوربس ليوتيام دي بقى ليها منظر كده عامل شكله مميز قوي بص شايف المنظر شكل النجمة من جوة كده شكل النجمة كده من جوة معرفش مش عارف حدك ما تخيل معي المنظر ده ولا لا فيه شكل كده ستار كده صح متفق معي فيه شكل ستار شوية صح كده فتلاقي المنظر ده كده تعرف ان دي اسمها كوربس ليوتيام يبقى دي كوربس ليوتيام كده تمام قائم يبقى مجمعين مع بعض دلوقتي يبقى انا كان عندي فولك الصغيرة بقت دومينانت بقت سست وزين سست بعدين بقت كوربس ليوتيام خيب كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي فاتت دي كلها على بعضها عمرها متعدي تلاتة سنطر كلها دايما اصغر من تلاتة سنطر قلنا كم مقاس لغاية دلوقتي جمع معي المقاسات اللي قلناها لغاية دلوقتي قلنا كم مقاس مقاس قلنا ان ما عديش في السايز الواحد خمسة سنطر صح? بتاعه يبقى اقل من عشرة سي سي ماشي? وقلنا ان كل والدومينانت والسست وزين سست والكوربس ليوتيام وكل الحاجات اللي جواها متعديش تلاتة سنطر متعديش تلاتة سنطر طيب حلو نجمعين مع بعض لغاية دلوقتي طيب لو وردتك المنظر ده لو وردتك المنظر ده ده تتوقع ده في انهي مرحلة على الكلام اللي قلناه بقى ده انهي مرحلة تركز كده معي ده وقت ولا وقت ولا وقت ولا وقت ولا وقت ولا وقت ده ايه بالزبط? بالزبط. ده الوقت اللي فيه او ده الوقت اللي فيه المنتزين. طيب. ايه رائف ده? تدي له تدي له انهي مرحلة. دي انهي الا didибل المتسايكل اللي فيه السيست وزينسيست. المتسايكل اللي فيه السيست وزينسيست. لكن دي وقت لليه? الدوماندفولكل اللي هي انهي ستيج. انهي ستيج? في الاندوميت rotation. انهي ستيج في الانزين اسمها ايه في الاندوميت. لا لسه. دي لا مشδي سريلير. اكرزو شو يا شباب. مش دي سريرية. دي اللي هي كان فيها بناء في الاندومتريوم. بناء في الاندومتريوم. طيب. هي بناء العمارة. طيب. لقيت سيست وزين سيست. يبقى انا كده فين? يبقى ما حصلتش? حصل ولا لسه ما حصلتش? حصل ولا لسه? ممتاز حلوة حلوة كلمة? هيحصل خلاص قربنا اوشكنا. اوشكنا. صح كده? طيب حلو. بس ايه? بعد قليل. انتظرونا بعد قليل. تمام كده? طيب. ركز معايا. في نفس الوقت ده. في نفس الوقت ده. الاندومتريوم شكله عامل ازاي? الاندومتريوم شكله عامل ازاي? هو ده اللي بقى بمعاقي السري لاينس ابيلس. السري لاينس ابيلس. حلوة كده? طيب. شايف منظرها تاني? ساعة تلاقي منظرها عامل كده. ادي الفوليكل وهدي ساكندريوسايد جواها. هذه الفوليكل وهدي ساكندري جواها. شايف منظرهم? عاود عينك بقى على المنظر ده عشان انت الاول ما كنتش بتشوفه. دلوقتي هتشوفه كتير. او عايدك انك هتشوفه كتير في شغل. ماشي? دي جواها كم واحدة? دي جواها كم واحدة? اتنين. شفت بقى الجمالها? دي جواها اتنين. ماشي? طيب. دي احتمال تحمل في ايه? اه نورمل عادي خالص. دي احتمال تحمل في ايه? طيب هو الحملة ده نورمل ولا مش نورمل? ده نورمل فسيولوجي ولا مش نورمل? نورمل صح عادي يعني اكيد في ناس نورمل طيب ربنا كده. طيب. هنا انهم. اه هبانك كثير او بترانسفاجر بس. هنا احنا في انهي مرحلة? في انهي مرحلة? اه لسه هيحصل ولا لسه حاصل? يا دوبك حاصل ولا لسه هيحصل? يا دوبك حاصل ولا لسه هيحصل? لسه حاصل صح? لسه حاصل. لسه بوايدة مفرقة عمى. اللي هما بنسميه اللي بنسميه اللي ايه في الاندومتريام? ينسميه ايرلي ايه? ايرلي سيكريتوري. فاكر ال ايرلي سيكريتوري يا ابن الحلال اللي كان فيه شوية بيضات لسه هتبت تظهر كده فاكر الحكاة دي. المحاضرة اللي فاتت. حد فاكر حد زاكر. حد فاكر اي واستلام يا بايبن. انا عايز اديك هدايا يا بايبن. بايبن من الناس اللي انا فعلا نفسها اديها هدايا. ان شاء الله يا بايبن هقابلك في يوم الايام او هقابلك سوري في يوم الايام هديك هدايا. طيب. اللي بيبدأ من الاطراف هون متاز. طيب. ماشي? تلاقي حتى عشان لسه حصل تلاقي عشان لسه حصل تلاقي ادي وتلاقي حتى حتته متومج وواكت. حتى متومج وواكت. تلاقي ادي الفولكلي. ودي حتى متومج وواكت. حتى متومج وواكت. اللي بعد شوية اللي بعد شوية هيتحول اسمه الايه? بعد شوية هيتحول اسمه ايه? الكورباس ليوتيم. turn in. يبديني منظر ايه? يديني منظر? ييبديني منظر كده? يديني منظر استار كده او اللي هي هي شبه حاجة في البحر بس لا مش في كده هبصراحة. شبه حاجة كده فالبحر اللي هو مش هعمل اخطبوط ده o not مش فاكر هيا كانت شبه ايه في البحر نجم البحرih Iowa شابه نجم البحر ماشي كده شابه نجم البحر كده طيب ده اللي بنسميه مرحلة الاعت بنسميه مرحلة الاعت ايه الاعت صح? اللي كان فيها الاندوميتريا مشاكله عامل ازاي? اللي كان فيها الاندوميتريا مشاكله عامل ازاي? ملتزين رائعين رائعين. تاني تاني انا خلاص اول ما شوف المنظر ده حتة او حتة حاجة كده وجوها حاجة كده اقرب في الشكل شوية خلاص عرفت بلده الكربس ليوتيم ما تخدش وفيش اي حاجة ده في السيروشي. سؤال هو الكربس ليوتيم ده بيحصل عند الستات كل دورة ولا ما بحصلش كل دورة? بيحصل كل دورة ولا بحصلش كل دورة? بيحصل كل دورة صح? عند كل الستات ولا عند كل الستات? يبقى احتمالية انك تشوفه قد ايه? احتمالية انك تشوفه قد ايه? كتير جدا. احتمالية كتير جدا. تمام? بص بقى بص شايف الفيديو بتاعه بس كده بص شايف الفيديو هدي الوفري ودي فوليكل صغيرة وفوليكل صغيرة والبتاع ده كده ده كوربس اليوتيم شوفت بنظره طيب بص بقى سواء لسه حاصل سواء لسه حاصل أوفيوليشن لا 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 كوربس اليوتيم ده موجود سواء حصل حمل ما حصلتش حمل موجود ده مالوش دعوة ده مالوش دعوة شباب ركزوا شباب ده مالوش دعوة ده عبارة عم بقية الفوليكل اللي هو فسواء دي حصل فيها حملة لا هيفضل موجود موجود بقى بيقوم بفونكشن مش موجود بيقوم بفونكشن بس موجود هو كده موجود عند كل سكات طيب تركز معي بقى دلوقتي بعد ما حصل حصل تبويض فرقاعة البوايدة ونزل لو حطيت كالر دوبلر لو حطيت كالر دوبلر هتلاقيه مديني حاجة اسمها رينج وفاير رينج وفاير سواء في الكوربس اليوتيم او سفاء في البوست يعني ايه رينج وفاير يعني ايه الكلام ده يعني هلاقي لو حطيت دوبلر الدوبلر على اطراف السست داير ميدور مع اطراف السست تعال نشوف تاني تعال نشوف تاني اهو رينج وفاير رينج وفاير دي اللي هي الاسد في اه في السيرك الاسد في السيرك بينط جواه عارف انت الحكاية دي عايز ان عارف انت الحكاية دي الاسد في السيرك بينط جواه صح؟ هي دي يا دي. تمام? يبقى دي او ما شوفها كده اعرف ان دي. احنا شرحنا الاكتوبك يا شباب? احنا شرحنا الاكتوبك ولا لسه? شرحنا الاكتوبك ولا لسه? ما شرحناه صح? استنى ما اصبر عليها لما نشرحه. لما نشرحه هقولك تفرق ازاي بالنتنين. لما نشرحه هقولك ازاي تفرق بالنتنين. فانت عشان خاطري ما تشغلش بالك باي حاجة دلوقتي. رتب المعلومات بالترتيب الزمني اللي انا عايزك تترتب معاك فيه. فدلوقتي عرفت ان دي مع الكوربة سلوتيهم. من هنا لغاية ما نشرح لكتبك. انت عارف ان هي مع الكوربة سلوتيهم. ماشي? طب. فعلا وريت منظرها بالدوبلر. لا الراوند السست. الراوند السست. ماشي. السؤال ده حلو يا رشا. بص يا رشا. اهو كله. وادي بتاع اللي فيها علامة صغيرة كده شباح نجمة البحر دي. الراوند الايه? الراوند السست. تمام كده يا رشا? سؤال حلو. الراوند السست ولا الراوند السست? او الراوند الكوربة سلوتيهم. تمام شايف منظرها? تمام. بص منظرها تاني. بص منظرها تاني. ادي كله على بعضه. وادي البتاع اللي عاملة زي النجمة كده. وادي اللي فيها ماشي? تمام? حد مش فاهم اي حاجة لغاية دلوقتي. تعال بقى نجمع التجميع الاخيرة وبعدين ناخد نفسنا. بص كده. بص. ركز معي. لما كان الفوليكل صغيرة كده كنا في مرحلة السين اندوميتريام خاص. في مرحلة السين اندوميتريام خاص. اللي هو مرحلة الايه? مرحلة المنسترويشن. مش كده? بدأ بعد شوية يبقى عندي في نفس الوقت بدأ الاندوميتريام يبقى فيه شوية بايضات. شوية بايضات. او بعد شوية حصل سيست وزين سيست. لقينا الدني منظر تريبلت ابيلنز. حصل خلاص وبدأ يطلع هيبدأ يحصل شوية من برة. اتحول لكوربس ليوتيام وبقى فيه بسكولاريسي او بقى سهلة كده جمعتهم كده مع بعض. حد جمعهم كده مع بعض. حد جمعهم كده مع بعض. نيجي نسأل بقى سؤال. الكلام ده موجود في كتب لا. التجمعات دي. التجمعات دي تجمعات الحمد لله ربنا موفق فيها العبد لله. يعني دي تجمعات الحمد لله ربنا وفق العبد لله فيها. بس كل القصة ان انت بتشغل مخرج مع الاندوميتريوم بتشغل مخرج مع الاتنين وتبدأ تحاول تجمع الاتنين مع بعض. تبدأ تحاول تجمع الاتنين مع بعض. بحيث ان انت تبقى فاهم انت كل مرحلة في السايكل الست فعلا في المرحلة دي ولا لا? ست متابعة معك كويس ولا لا? وده طبعا هنتكلم عليه بتفصيلا في تفصيلا في طيب. طيب تاني بص كده. بص كده. في من دي واحد ل دي تلاتة اربعة خمسة. وقت ما الدورة هتوعد عند الست. وقت الدورة ما تعد عند الست. بنلاقي ايه? في الاندوميتريوم بنلاقي ممكن نلاقي بواق الدورة القديمة بتنزل لسه. ماشي? وفي اليوترس ممكن تلاقي في في ممكن تلاقي او تلاقي بتاع انهي دورة. او تلاقي بتاع انهي دورة. بتاع الدورة اللي فاتت. صح كده? بتاع الدورة اللي فاتت. ده لو جات لك الواحدة لو جات لك واحدة بتعمل سنار وبتقول لك يا دكتور انا عندي الدورة. بتقول لك يا دكتور انا عندي الدورة دلوقتي بس الدكتور اه طلب مني عملت الانصفة عيني. لا اي سبب. مش مهم الاسباب دلوقتي بس طلب منها اي سبب. اه اه تجي لك وقت الدورة هتشوف المنصر ده. طيب. فاول من يوم خمسة اليوم تسعة. لسه الاندوميتريا مرفيع خالص بعد الدورة ما خلصت بعد ما الدورة خلصت بيومين تلاتة اربعة كده. لسه الاندوميتريا مرفيع خالص. وبدأ يطلع عندي مالتيبل سمول فوليكل انسايد الاوفري. لسه ما فيش واحدة فيهم. باقي الدوميت. ولسه الاندوميتريا خط رفيع كده بس وخالص. تمام كده? وبارا عن عن دغتين على بعض. دغتين على بعض. اه طبعا عادي عادي ستات بتعمل ساعات تلانصفة جانر وقت الدورة عادي خلص. مش احنا. طيب. من يوم عشرة اليوم اتناشر بدأت فوليكل منهم تكبر وتبقى اسمها ايه يا شباب? قلنا اسمها ايه دي? قلنا اسمها ايه دي? دومينانت فوليكل. وهيبدأ الاندوميتريا وهيبدأ الاندوميتريا ميسيك شوية يبقى ثيك وهنبدأ نتكلم ده اسمه ايه? او في الفلوكترمتري بنقيس كام بالزبط. عايزينه مقاس كام بالزبط? عشان ينفع يحصل فيه حمل. طيب. شوية كمان شوية كمان بدأ يظهر لي سيست وزين سيست. يبقى انا ميت سايكل بري ولا بوست اوفيوليشن? ميت سايكل بري ولا بوست اوفيوليشن? بري. ميت سايكل بري. وعندي بتاعة الاندوميتريا. ساندويتش او بتاع الاندوميتريا. ميتس. ميتس. بعد كده مفروض الخطوة مفروض الخطوة اللي بعد كده ان حصل اوفيوليشن. عرفت اوفيوليشن بكام حاجة? عرفت اوفيوليشن بكام حاجة? باربع خمس حاجات. لأ ما فيش تلاتة دي? الاربعة على خمسة. الاربعة على خمسة. اول حاجة. اول حاجة. ان انا لقيت شوية. قولوا رقم واحد. الريجولاريتي في الريجولاريتي في الفوليكل. الريجولاريتي في الفوليكل. رقب اتنين ان انا نلاقي. وبعدين ممكن العينة تشتكيلي بشوية. العينة تشتكيلي بشوية. بين. وممكن نلاقي جوة الفوليكل بقى فيه. جوة الفوليكل بقى فيه. ممتاز. وقبل كده كان عندي مثلا زي كده او اوفري او فوليكل زي كده. بعدين بالفول اوب. لقيت شكلها اتغير. المرحلة الاخيرة مرحلة الكوربس ليوتيم. اللي فيها كوربس ليوتيم سيست. وفيها سيكريتوري فيز اوف اندوميتين. حد كده مش مجمعهم مع بعض. حد كده مش مجمعهم مع بعض. فيه حد فلته منه. فيه حد فلته منه. او طيب. التاني انا هبرهم لك بقى بسرعة من غير شرح التير. يوم واحد كوربس ليوتيم واندوميتريم في ده وقت الدورة من يوم واحد ليوم تلاتة اربعة خمسة. ماشي? الله يكرمكم يا رب جزاكم الله كله فاير. رب نحفظكم. ماشي? ده من يوم واحد ليوم خمسة. بعد يوم خمسة بقى عندي شوية فولك صغيرين كده وثين اندوميتريم. يوم خمسة ليوم ساعة تقريبا. طبعا من يوم عشر ليوم اتناشر بدأت تزهر كبيرة من يوم عشر لاتناشر تلاتاشر بدأت تزهر كبيرة. وبدأ ال. ربنا كريبك يا بايبر ربنا نحفظكم. ولازم والاندوميتريم بقى سيك شوية. ماشي? وبعد كده عندي يوم تلاتاشر بعتاشر بدأ يظهر لي ساكندري وبدأ يطلع بعد كده حصل وعرفت علامات حصول ولقيت الاندوميتريم بدأ يحصل فيه شوية بيضات كده. بعد شوية بدأ يبقى وبدأ يبقى تمام كده? طبعا. البنات الصغيرة طبعا. البنات الصغيرة من سن zero لسن ست شهور ممكن الاقي فيهم foliculum ovary. ولاقي في ال ovary ده foliculum ممكن الاقي واحدة فيهم كبيرة شوية. ليه? ليه من سن zero لستة شهور? ليه? ازاي واحدة من زيرو لستة شهور عندها شهر شهرين. الاقي ال ovary ده كده شوية. بالزبط. عشان اواخد هيرمونات من امامتها وهي كانت حامل فيها. امامتها كانت حامل فيها كانت عمالة تديها شوية هرمونات. تمام؟ ومن سن عدة السنة بتبدأ الأوريس تصغر خالص 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 وحضرتك تكاد تكون ما بتشوفهمش لغاية ما البنت تبدأ تخش على فترة أني يبقى عندها تسع عشر سنين تبدأ الأوري تكبر تاني وتاخد نفسهم تاني وبدأوا حجمهم يكبر تاني وتشوفهم تاني في المرحلة ما بين زيرو لغاية عشر سنين دي تقريبا ما فيش أي مشاكل كتيرة بتحصل في الأوري إلا اللهم إلا نادرا جدا 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 تمام؟ طيب هل ممكن بنت صغيرة تتولد دي عندها شهر ومامتها تيجي تقول لك يا دكتور أنا حس أن بطنها ورمى شوية تلاقي عندها ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن جدا ده أنا عايز أقول لك وأنا ساعة بعمل فور دي وساعة وأنا بعمل فور دي ألاقي البنت في بطن مامتها عندها في بطن مامتها لو هي حامل فيها وهي لسه جميل عندها صح؟ وده يقول لك يعني مش هعرف برضو؟ حاجة كده تتوحيلك من الستات بتاعة مشاكل حتى وهي في بطن مامتها يعني بتحسني فيه حاجة صحة كده؟ يعني بتحسني هو مسالكين كده؟ يعني مش معقولة يعرف بطن مامتك تولدي طيب وبعدين هاتي افريانس ستة افريانس مش لازم في بطنة ماما خالص كيف رد في دماغي طيب لأ شوف انا هوريك حاجة شوف احنا بقلنا كام محاضرة بنتكلم في الجاني صحيح انا متحمل كده ليه لا صراحة طبعا لما ساعات الولاد بيبع عندهم هيدروسيل بصراحة عندك حاجة دكتور حسن بصراحة حسن بصراحة احرج دكتور صراحة عنده حاجة انا متحملين عن مرأة ليه ما الولاد تتعابل عندهم هيدروسيل بصراحة شوف تا ومش عارف ايه وحمليات ايه ما لا ما نوص عبدوكو حاجة بصراحة طيب مهم طيب طب الست المنبوز الست المنبوز ساعات كتير اوي ركز معي بقى ركز معي الست المنبوزة ساعات كتير اوي تلاقي تلاقي فيها شوية بيضات دي عارف البيضات الصغيرة اللي بقواها دي ايه حد عارف البيضات الصغيرة اللي بقواها الوفر دي ايه كنا اقولها في وسط الكلام كده ايوة لا اما فيزلز فيها كالسيفيكيشن لا اما لا اما الكورباس البيكانز فاكر الكورباس البيكانز فاكر الكورباس البيكانز فاكر كان عماره عن ايه الكورباس البيكانز كنا حكينا عن مفروضة الكلام كده بسرعة اللي هو الكورباس البيكانز كوربس في يعني ده يعني تقدر تقول كده بوائي الكوربس اليتيم اللي كان عندها او يعني شوية في كده جوة حتة التركيز حتة التركيز صح 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 على المعلومة دي غاية الاهمية صحصح لي وركز لي الله يريد عليك المعلومة دي غاية الاهمية سيب كل في ايدك بقول لك سيبي كل اللي في ايدي انا شايفك شايفك وشايفي سيبي كل اللي في ايدك ركزي سيبي بنتك دلوقتي عارف كان اه كان اسمه ده كان فيلم اه كان في فيلم كده يقول له هطلع لك في بمتلونك يعني فأما هتلاقيني نضيت لك في كل حتة في الشقة عنك فركز لي الله يكرمك فايه عايزك تركزني معاه في حتة دي لا ركز خليه صحي دلوقتي خلي ابنك صحي دلوقتي خلي ابنك صحي دلوقتي ركز معاه تركيز الله يكرمك من حديد معلومة بمليون جنيه معلومة بمليون جنيه عشان بيبقى فيها خناقات لرب السماء دي بص يا ابن الحلال الاوفري لما جموا العلماء اللي زي حضراتكم وحضراتكم كلكم علماء يعني يشوفوا هو متغزي من مين لأوا ان هو ليه برانش جاي من الأورطة اسمه وليه برانش بيغزي اليوترس بيديله فيه كم من يورzk بيغزيه اثنين يبقى الأوفري بيتغزي من ناحيتين من الأورطة بالأوفري vịه بيفوزيه كمان ماشي حلوة ووجدوا ان الاوري بيصب دم الفين بتاعه في الاوريان بين اللي هو الريت بيصب في الاي بي سي على طول والليفت بيصب في الاي بي سي يبقى الريت بيصب على مرة واحدة والليفت بيصب على مرتين في الاي بي سي بيجمع معايا الغاية دلوقتي بيجمع معايا الغاية دلوقتي تاني كل ovary منهم طالع له ovaryan artery الواحد واحد رايح للright ovary واحد رايح للlift ovary وكل ovary مش بس بيغزيه ovaryan artery طالع من الأورطة لا بيغزيه كمان اليوترين artery اللي جاي من اليوترس وبالتنين بيطلعه عن طريق حاجة اسمها رينا الفين واحد بيصبه في الاي في سي على طول واحد بيصبه في الليفت رينا الفين نيجي هنا بقى بكلام غاية الاهمية ايه ماذا اهمية المعلومة دي وليه قلت لك ركز معايا واسيب اللي في ايدك عشان اللي بقى يقول لك ده بصة سيدي لو انا عندي لو انا عندي بيجي له عشرة ملي مليوتران artery عشرة ملي دم مليوتران artery وخمسة ملي دم سوريا عشرة ملي من الاوفيريان وخمسة ملي بيجو من اليوتران يبقى الاوفيري كده بياخد كم ملي يبقى الاوفيري كده بياخد كم ملي بلد اللي جاي له اللهم صلى على نبي دم انتو طلعتو في الحسابات呢 احلى محزبين ده mayo ماشي بالزبط كده خمسة عشر متوقعتش ان انتو في الحسابات كتابه طيب. يبقى يبقى المفروض يروح كم ملي بلد. يمشي كم ملي بلد. يمشي كم ملي بلد. الله اكبر عليك والله اكبر. ده انا ممكن احسدكم. ده انا ممكن احسدكم. خمستاشر. خمستاشر. طلع في او خمستاشر ملي بلد. عشان يفضل اللي داخل يبقى قدل لخير. صح كده? صح كده? لو حصل اوفيريان طورشان. لو حصل حاجة افلت الشوريان والاوفيريان فين. افلت اللي بخير. يبقى كده الاوفيري هجيله كم ملي بلد. الاوفيري هجيله كم ملي بلد. خمسة. هيطلع اي حاجة? هيطلع اي حاجة? لا. هيفضل خمسة يجوا صح? من اللي خمسة تميني دي خمسة تميني وخمسة تميني دي خمسة ومش بيطلعوا. مش بيتسربوا. يحصل ايه في في يحصل ايه? يبدأ يكبر يكبر صح? يتمدد يتمدد. بس بعد مسافة معينة هيقدر يتمدد ولا هيفارق? بعد مسافة معينة هيبدل اللي تمدد ولا يفرق أحد. مش خيادر صح هيفضل يكبر لغاية حتة مع عينا بعدين تاخد. يبقى سين سؤال. سين سؤال لحضرات السادة المستشعين. هل ممكن عيارة تيجي تشتكي من اوريان تورشن ولاقي عندها الاوفري في فاسكولاريتي? هل ممكن عيارة تيجي تشتكي بتتوجع. بتتوجع وتقول لك ايو بتصوت. ولاقي الاوفري في فاسكولاريتي? واكتب في الاوفيريون اوفيريان تورشن. واكتب في الاوفيريون اوفيريان تورشن. يتخانق معاها كثرة النساء الكرام. ازاي يا دكتور عمر حضرتك بتقول لنا اوفيريان تورشن وفي فاسكولاريتي انسايد اليوترس. اقول له يا عمل حج اللي بتقفل الاوفيريان ارتري والاوفيريان دين. انما اليوتراين لسه شغال. فهل في اي اعتماد في الاوفيريان تورشن على الفاسكولاريتي? هل في اي اعتماد على الفاسكولاريتي? لا في اعتماد على الفاسكولاريتي. ريخم اوي دكتور ريخم اوي يعني فهم? اه دولك المعلومة وبعدين اقول ايه? اه بعد ما اقولك اه في اعتماد بقى على الفاسكولاريتي. ايه. ان انا ملاقيش في ملاقيش في في ناس فلو. ملاقيش في ناس فلو. صح كده? الاقي بس. الاقي ارتري. يبقى الاقي واحدة. هنشرحها بقى بالتفصيل في المحاضرة الجاية هنشرح بالتفصيل الاقي واحدة جاية بتصوط لي والاوفري بتاعها كبير وجوا ارتريال فلو بس. امسك امسك دي كمان? هنشرحها مرة تانية بالتفصيل في مش ده وقتها. بس انا قلت اديها لك كده واحنا بنشرح الاناتفية. تمام? لسه هنشرحها تاني تاني بالتفصيل في الاوفيريان. ناخد نفسنا هناخد ديزيز واحد وناخد البريك. هناخد ديزيز واحد سهل وخفيف وناخد البريك. الديزيز اللي هناخده سيمبل اوفيريان سيست. انا قلت لك الفوليكيلز ما تزدش عن كم سنتين? الفوليكيلز ما تزدش عن كم سنتين? ثلاثة سنتين. صح? اي حاجة فوق ثلاثة سنتين اسمها اوفيريان سيست. اي حاجة فوق ثلاثة سنتين اسمها اوفيريان سيست. خلصت. يبقى انا لو لقيت فوق ثلاثة سنتين اسمها الوفيريان سيست. نقطة هه من اول الصندر. طيب. ده كلمة يعني كيس مية. فغالبا بيبقىγουμε ايه? غالبا بيبقى لونه ايه? صح? صح? طبعا. يبقى احنا معنى كلمة ان كيس مية لونه اسود. تعال نشوف. ده معنى كلمة كيس مية طالع من لونه اسود. اكبر من اهم معلومة اكبر من تلاتة سنتي. لانه لو اصغر من تلاتة سنتي تبقى دي ايه? يعني لو دي مسلا واحد بوينت تبانية سنتي. تبقى دي ايه? صح كده? لكن طالما فوق تلاتة سنتي لأ دي مش دي سست. دي سست. تمام كده? يبقى اكبر من تلاتة سنتي. طيب حلوة. يبقى دي معنى كلمة ان هو اسود. معنى كلمة ان هو اكبر من تلاتة سنتي. لان لو اصغر من تلاتة سنتي مش هنقول عليه ايه? المعلومة التالتة او في اي اتجاه? اكبر من تلاتة سنتي في اي اتجاه? ماشي? ات ايني تايم ات ايني تايم ات ايني دايريكشن. انا ما قلتش على اي حاجة اكبر من تلاتة سنتي. صح كده? طيب. المعلومة التانية كلمة سيمبل. بقى احنا كلمة تقلي بالك. هي مكونة من تلاتة معلومات. سيمبل. اوفيريان. سست. خدنا من كلمة سست لانها اسود. خدنا من كلمة اوفيريان انها لازم تبقى اجور من تلاتة سنتي. كلمة سيمبل يعني ايه? ركز معي. كلمة سيمبل معناها سبع حاجات. كلمة سيمبل سيفن ايتم. الاس مع الاس. تمام? سيمبل معناها سبعة حاجات. ايه هم بقى. تلاتة حاجات. يس. واربع حاجات. نو. يبقى كلمة سيمبل. معناها سيفن ايتمز او سبع حاجات. ماشي? ثري منهم. يس. وفور منهم نو. ايه بقى الثريل يس? ركز معي. ان هي ان ايكوك. سودة. رفيعة. يعني في ضل ليها لونه ابيض. يبقى واحدة سودة ورفيعة وشعرها ابيض. احلى عروسة دي ولا ايه? فيهم قصدي? اللي هو يعني تخيل كده حضرتك واحدة سودة ورفيعة وشعرها ابيض. بصيت كبيرة في السن. يعني كل الموايزات اللي انت عايزة بوجودة. ماشي كده? كل الموايزات اللي انت عايزة بوجودة. تمام? يبقى نفتكر تاني. انها سيستك سيمبل. معناها تلات حاجات يس. انها سودة. وانها سينول. ملهاش جدار تخين. وانها ليه هبصيره لنحن تسميت ورها. كام واحدة نو? اربعة نو. مفيهاش سيبتيشنز. مفيش اي حاجة ماشي جواها. نو سيبتيشنز. نو كالسيفيكيشن. مفيش اي كالسيفيكيشن اللي انها ابيض جواها. مفيش اي كالسيفيكيشن. نو مفيش اي دم ماشي جواها. حد يحفظه? حد يحفظ السبع حاجات? حد يقدر يحفظ السبع حاجات? طيب يلا. عندنا كم واحدة ايس? عندنا كم واحدة ايس? تلاتة. اللي هما? سودة بيضر فيعة ممتاز انا عجبني كده. سودة بيضر فيعة. هي لونها انا كوت. اسود. اسود بيور بلاك. بيور بلاك. الحاجة التانية? ثين وور. والحاجة التالتة? مستيريور. ممتاز. كم واحدة نو? كم واحدة نو? رائعين. اربعة حاجات نو. نو. اهم حاجة. سيبتيشن. نو. كالسيفيكيشن. نو. سوفتيتيشن بصراحة. رائعين بصراحة وصحيين. مفيقين وحلوين كده. ان شاء الله عليكم. يبقى تعالي نفتكر كده تعالي. انا عندي عندي تلات معلومات اخدتهم. انها سيمبل. وانها وانها سست. خدت من سيمبل دي كم معلومة? خدت عشان اقول سيمبل. عندي كم معلومة? سبعة. تلاتة عيس. واربعة نو. تبقى لازم تبقى اكبر من كم سنتي? تبقى لازم تبقى اكبر من كم سنتي? ممتازين. سمعيني كده شعب? سوري. سمعيني كده كويس? سمعيني كده كويس? سمعيني كده كويس? تمام? تمام. طيب الاوفيريان 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 يبقى معناها اكتر من ثلاثة سنتي. وست معناها ان هي ام اي كوك. اي حاجة في دول غلط اي حاجة في دول غلط ما تبقى سيمبل اوفيريان سست. خلاص? اي حاجة في دول غلط ما تبقاش اسمها سيمبل اوفيريان سست. اسمها ايه? هنقول بعد البريك. هنقول بعد الفاصل. لكن انا معك دلوقتي لغاية كلمة سيمبل اوفيريان سست. ماشي? خلينا لاتبلك المعلومة واحدة واحدة. خلينا ناتبلك المعلومة واحدة واحدة. انا لقيت سيمبل اوفيريان سست يا دكتور في عيانة. اعمل ايه? ما تعملش اي حاجة. قولي ان في سيمبل سست مقاسها كزا في كزا. سيمبل سست مقاسها كزا في كزا. ده اللي مطلوب منك. موجودة في انهي اوفيري. سيمبل سست مقاسها كزا في كزا موجودة في انهي اوفيري. تمام? سيمبل سست يعني لونها اسود مقاسها اكتر اكيد من ثلاثة سنتي. ايسة كزا في كزا. موجودة في الليفت ولا الريت افر. تمام? ده كل الوظيفة اللي عليك. في ناس عملت قاعدة. بصبر بس عليها ما تستعجليش يا صورة. تستعجلي دايما يا صورة. تستعجلي دايما. عارف انك شكرة جدا. بس عجولة. سي كاس. بري بس عرتيبلي كل حاجة. في ناس عملت قاعدة اسمها وان تو سري فور. يعني ايه وان تو سري فور. قالك في اول اسبوع اللي هو وقت الدورة. وقت الدورة. ولغاية ما عندما الدورة تخلص بيومين ثلاثة بيبقى عندي فوليكل غالبا ما كملش عشرة ملي. تاني اسبوع يعني لغاية الميت سايكل بيبقى عندي دوميننت فوليكل بتوصل حوالي عشرين ملي. تالت اسبوع اللي بيحصل فيه كورباس الويتيم بتحصل لي فيه هيمورج او كورباس الويتيم سيست بس بتبقى اصغر من ثلاثة سنتي. قالك اي حاجة بقى فوق ثلاثة سنتي يعني دخلنا في اربعة سنتي يبقى نتكلم في سيست. دي يعني حد كده كان بيحفز الناس ومش يعني انا شايفها مش المهمة عندي او. انا مهمة عندي الكلام اللي انا قطوله. المهمة عندي الكلام اللي انا قطوله. تاني سيست حضرتك هتقسها طوله عرض وتنكاتب لدكتور ان فيه او الليفت او سيست ايسا كزا في كزا. طبعا ما فيش اي فاسكولاريتي جواها. وطبعا تشمل على السبع حاجات. معلش اجيبهم معي اخر مرة. كم واحدة ايس? كم واحدة ايس? معلش معلش اكتب 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 اسمع الكلام. اسمع الكلام. كم واحدة ايس? تلاتة. اول حاجة ان لونها اول حاجة ان لونها اسود. الجدار بتاعها رفيع. في وراها وفرق الحتة دي من فرق الحتة دي. في وراها قالت تلاتة ليس. وعندي كم واحدة نوب? عن كم واحدة نوب? اربعة. ما فيش مفيش ما فيش ما فيش جواها ولماس بواها وما فيش جواها باسكولاريتي. الاربع حاجات دول التلاتة حاجات دي يس يبقى دي سيمبل. يبقى دي سيمبل. اكتر من تلاتة سنتي تبقى سودة تبقى سيست. يبقى كده قلت سيمبل سيمبل. طيب. بص بقى. بص بقى رحز وصل. هنقول اخر معلومة وهناخد الجريك. فللناس اللي زهقت تستحمل دقتين بالزبط وهنقفل. بص بص. طب انا اعمل ايه? انا ادي نصيحة للدكتور يعمل ايه? انا ادي نصيحة للدكتور يعمل ايه? خلاص انا السيمبل اعمل ايه? قالك قبل ما تعمل اي حاجة قل للعيانة نفسها من لو رسك جروب ولا من هاي رسك جروب. طب يعني ايه يا دكتور؟ يعني احنا هنقسم اي ست داخلالك? اي ست داخلالك? ركز بص معايا? هي high risk ولا low risk كل الستات low risk معادة مجموعة معينة من الستات هنعتبرهم high risk خلاص كده كل الستات low risk معادة مجموعة معينة من الستات هنعتبرهم high risk مين هم أول حاجة واحدة بوست مني بوزل بوست مني بوزل بوست مني بوزل دي high risk دي high risk تمام تاني حاجة واحدة عندها family history family history of ovarian or breast cancer ماشي ثالث حاجة واحدة عندها شوية لغبطة في الجينات بتاعت العيلة بس ده الكلام ده بيبقى بره مصر شوية الجينات عاملة وفيها مشكلة كان فيه مهسلة بس مش عارف مين كان عاملت شالت بريست عشان الجيناتكس فاكتور بتاعت العيلة بتاعتها انتو عارفينها الله اكبر ان شاء الله والنبي يا اخي لو سألت كده عم محاضرة تانية مش هلقي الاجابات بالوضوح قوي ده ده كلكم عارفينها ما شاء الله عليا ما شاء الله عليا ما شاء الله ما شاء الله مركزين فيه علم فيه حاجات اهم من العلم خدنا ايه من العلم لنما نعرف لازم نبقى عارفين انجلينة جولي شالت البريست ولا ايه لا لا ما تتحرق انجلينة جولي عبداليل مهم طيب يلا مهم يعني مش مهم يا سلام خلاص ضايعين في كل حاجة وهي دي الثقافة ماشي الف سلام على اليسة طلعت اليسة كمان طلعت اليسة كمان طلعت اليسة كمان تعبانة يا عيني الف سلام عليها مهم يعني خلينا بس نركز معا انا داخلالي الست تمان لقيت عندها قبل ما اقول الدكتور يعمل حاجة قبل ما ايس اي حاجة قبل ما اعمل اي حاجة سينت سؤال دي من اللوريسكي جروب والهاي ريسكي جروب اللوريسكي جروب الهاي ريسكي جروب هم تلت ستات لرابعة لهم ست بوست من بوز ست عندها فامليهيستري ست عاملة جيناتك بروفايل وزي دي مش مقبولة كتير عند بلادنا العربية اي حاجة غير كده اسمها لوريسك اي حاجة غير كده اسمها لوريسك متفقين يا شباب متفقين طيب بعد ما قسمتها تعمل ايه تعمل ايه نبدأ نشوف نبدأ نشوف كل حاجة لها حاجة كل حاجة لها حاجة وخلينا هنا بقى نتكلم كلمة كده ساعة غير نتيجة عندها سيمبل كده وقوما نقول لها انت لازم تتابعي عليه كل شهر او كل 15 يوم ليه انا بقول لها لازم تتابع عليه كل 15 يوم علشان تيجي المركز عندي فتدفع فلوس فكل 15 يوم تتفع فلوس وتعمل تعمل صنار بقول لها انت لسى عندك 15 يوم كمان تدفع فلوس وتعمل صنار وقال لها انت عندك وده كله بالنسبة لي برح العلم ما سابش حاجة ما لهاش بعد ما حضرتك عرفت هي بتبدأ تحطها على الشرط ده طيب انا يا دكتور عمر هاحفظ الشرط ده لأ لأ ما تحفظهوش لأ ما اللي فيها سفن ايتمز لو كبرت اكتر من ثبع سانتي لاما نعمل م ار اي لا اما نعمل سيرجري سواء له وهي رسك جروب او هاي رسك جروب تاني لو سيست ثمبل او فيانا سيست ثمبل و فيانا سيست اكتر من اكتر من 7 سانتي اللي هي فيها سبع ايتمز لاما تعمل م اي لا اما تعمل سيرجرور وتشيلها. ونحللها. خلاص? اصغر من كده بقى اصغر من كده بقى هنحطها على الشرط بتاعتني. هي لو ريسك ولا هاي ريسك? لو هي مسلا اصغر من ثلاثة سنتي خلاص دي مش مش سستة اصلي. لو هي اصغر من ثلاثة سنتي. لا تكتب في التعرير ولا بس ده فمين? يعني واحدة عادي خاص. ما عندهاش ولا عندها كده. طيب. لو هي من ثلاثة لخمسة سنتي. تخيل يعني بغاية خمسة سنتي لو واحدة عندها بس ما عندهاش وهي بنت لسه عندها تلاتين سنة ولا حاجة? وعندها سيمبل اربعة ونص سنتي. بس تكتبها في بس ما تعملش طب من خمسة لسبعة سنتي. بصوا بقى حضراتكم. شايف حضراتك كل الدي? يعني 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 دي يعني اقولها تعاليي بعد بعدру ايه? ايه اللي يعني اقولها تعاليييبعد? بقى ايه? اقولها تعالييبعد السنة. ما اقولا يا دكتور? ما اقولا يا دكتور اقولها تعاليوي بعد سنة. عه. اه اقول كتب لتهه كده مش انا والانت ولا اي حد. يا سيدي الان اوي خليها ستة شهور. ماشي? الان اوي خليها ستة شهور. ماشي? لكن ما تقول لها ما تقعدش تقول لها تعليل كل شوية. تقعدش تقول لها كل خمس ايام كل شهر كل اسبوع. حرام عليك لانت كده بتضحك عليها. دولة دولة انا احفظ الكلام ده يا دكتور عامل اه ده احفظ بقى ان هي لو كاني اه كم سنة وتعمل اي? لا. بتحرك ما تحفظ الكلام ده. حضرتك ببقى معاك اللي سلايد دي على الموبايل عندك او معلقة عندك في العيادة والسلايد اللي قبليها. وهي لا ريسك ولا هيا ريسك? حضرتك ببقى عندك دي بتعرف اي من اوني جروب وتقوم حاطة بتاعها وتعمل Fcolo up بكل اي 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 امار اي ايav سلشل. سهل كده الموضوع يبقى حرائك ما بتحفظ حضرتك ما بتحفظ حضرتك بس بتعرف هي لا ريسك ولا هيا ريسك الجروب وبالتالي بتحطها على الشرط ده وبالتالي بكرر هنعمل ايه? تمام كده حد متلغبت? حد متلغبت? حد متلغبت شباب? حد عنده اي مشاكل? تمام. بكز معايا كده. خمسة وعشرين years old female. ومعندهاش family history. تبقى low risk group ولا high risk group? low risk group 25 years old female? low risk ولا high risk? السيست بتاعتها سبعة بوينت سبعة في ستة بوينت سبعة في سبعة بوينت بانين. الفوليوم متين واتناشر مش عشرة متين واتناشر. اكوردنج اللي استراضي دي تتحطي تحت انهي كاتيجوري. اما ار اي اور سيرجيلي وزيستو بسولوجيكال اسيسمت. البنت دي طلعت سيروس سيست ادينومة. طلعت سيروس سيست ادينومة. ماشي كده. سيتي دي طلعت. سيروس سيست ادينومة ما طلعتش. طيب. سيمبل سيست. اهي فيها السبعة اكريتريا. من خمسة وسبعين years old. خمسة وسبعين years old دول. هاي ريسك ولا لو ريسك? هاي ريسك ولا لو ريسك? هاي ريسك. السيست ايست اتناشر في سبعة في اتناشر. لو معامل ايه? خلاص انت حددت ان هي هاي ريسك اكوردنج انها بوست مني بوزل. حددت الى الكلام ده. اه دي تعمل سيرجيلي. عملت سيرجيلي. طلعت برضو سيروس سيست ادينومة. حل? يبقى حضرتك مبتعملش اي حاجة. مفيش خلاص مش هتتعب نفسك. انت كل اللي تعرف انها سيمبل سيست. وتقوم حاطت هي لو ريسك ولا هاي ريسك? حاطتها على المقاس. حاطتها على المقاس. ومتكرر الست دي تعمل ايه? تمام كده? هناخد بريك. اللي عنده اي سؤال يبعتلي على الخاص. هناخد بريك لغاية الساعة تسعة الى عشرة. لغاية الساعة تسعة الى عشرة. ربع ساعة بس بريك. لغاية ساعة تسعة الى عشرة. اللي عنده اي السؤال يبعث لأخص